هذه هي مرثد خط مواجهة على طريق النصر في هذه الجبهة الواقعة في الأطراف الغربية لمحافظة مارب تدور واحدة من أشرس معارك التحرير ضد ميليشيال انقلاب عازز الجيش الوطني تقدمه في هذه الجبهة استنادا إلى المكاسب التي حققها في جبهة المخدرة خلال شهر رمضان المنصرم تجاوز الجيش المخدرة وبات عقاب قوسين أو أدنى من السيطرات الكاملة على سلسلة جبال مرثد وسيطرة كهذه ستمكن الجيش من الإطباق على مدينة صرواح حيث لا يزال الانقلابيون يحتفظون بتواجد مهم في هذه المنطقة التي تضم آثارا مهمة من تاريخ اليمن القديم وعلى مسافة من مرثد تقع جبهة أخرى ساخنة إلى الشمال الغربي من صرواح إنها الملتقى هنا يخوض الجيش الوطني أيضا واحدة من أشرس معاركه من أجل السيطرة على السلسلة الجبلية التي تتحكم في الطريق الجبلي الرابط بين مأرب وصنعاء زيارات القيادات العسكرية لجبهة القتال تشير إلى إصرار الجيش على إنجاز مهمته فيما تبقى من محافظات مأرب وهدفه النهائي هو الوصول إلى صنعاء على الصعيد نفسه شهدت معارك مرثد والملتقى تدخلا لطيار التحالف الذي نفذ عدة غارات على مواقع الإنقلابيين محققا إصابات مباشرة للأهداف وأضرارا بشرية ومادية في صفوف الإنقلابيين الهزائم التي تلقاها الإنقلابيون في المخدرة دفعت بالقادة الميدانيين للميليشيا إلى تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق مقاتليها بتهمة الهروب من جبهة المخدرة التي حررها الجيش الوطني بالكامل سلوك أدانه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء الرقم محمد علي المقدشي وأكد أن فرار مقاتلي الميليشيا جاء نتيجة شعورهم بأنهم يقاتلون في معركة خاسرة